نهاركم سعيد مشاهدين أهلا بك وحلقة جديدة من نهارك سعيد يوم جديد هو أربعة تمانية الفين وتلاتاشر وليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وغروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ونهي حتى مطلع الفجر أكيد النهار دعواتنا كلها ستكون لبلدنا ستكون بالخير والأمان والسلام لهذا الوطن وبقول صباح الخير يا فات صباح الخير يا رهيام وكل سنة وانت طيبة وكل مشاهدين طيبين في كل حتة في الدنيا ليلة القادر يا رب يحقق أمانيكم كلها ويا رب دعوات الشعب المصري كلها تستجاب وينتهي الوضع اللي احنا فيه بداية اسبوع جديد ويعني أنا بحاول أتفائل على قد ما أقدر بس هو الموضوع بقى مزعج جدا اللي احنا عايشين فيه وهو اللي بيحصل في رابع العدوية وفي النهضة اللي يقضي يتفرج ويسمع الكلام بصراحة الواحد يجي له هستيريا مش عارف الناس دي بتقول الكلام ده ازاي والناس دول بيصدقوهم ازاي ويعني الحياة بقت مزعجة جدا وانبارح كان فيه بيقولوا منواشات والقناة اللي اشغلت على بعهم قالت انه كان فيه نوع من الهجوم او حاجة كده عليهم من بارح بالليل او منواشات مع الشرطة والجيش هنعرف التفاصيل النهاردة لكن خلونا نقول احنا عندنا حلق متميزة جدا فيها فقرات كتيرة جدا هنبتديها اكيد دور الاعلام سواء داخليا او خارجيا هو دور مهم جدا لنقل صورة الوطن لنقل صورة ما يحدث على الارض واهم حاجة بالنسبة الاعلام انه هو ينقل الصورة بحيادية وموضوعية دون الانحياز ودون الفبركة ودون حالة الهستيريا اللي بيشهدها الحقيقة معظم الاعلام حاليا سواء الموالي او المعارض كله في حالة استيريا عامة احنا في حاجة الان لنقل صورة ما يحدث في مصر بمنطقية وبموضوعية للعالم حتى يعلم الجميع حقيقة ما يدور في هذا الوطن قالت الاخوان الاعلامية هي قالة مش سهلة هي قالة قوية وبيحاولوا ينقلوا صورة مغيرة لما يحدث او صورة من وجهة نظرهم هما خلينا نقول لازم على الجانب الاخر ايضا يكون فيه الصورة من وجهة النظر المعارضة او المختلفة معانا نهاردة فقرة حينناقش فيها استاذ باسل يوسري الصحفي بقسم الدبلوماسي بجريدة الاهرام حول هذا الموضوع اهمية دور الاعلام في شرح الوضع المصري دوليا وبنأكد كلامنا بخصوص الموضوع بالذات الهامل انهم برح تتكلمنا قبل ناس هلما تتكلم عن الكلام اللي تم تقويله على لسان دكتور محمد البرادة هنا يا برئيس الجمهورية نتمنى من اعلاميين مصر وصحفين مصر انهم اتحرض لقاء والرجوع للكلمات باللغة الانجليزية وترجمتها ترجمة امينة او عدم النقل بدون التأكد من الترجمة لان برضو كان فيه حوار ناري جدا لفريق السيسي في واشنطن بوست واعتقد ذا تنقل بشكل كبير من الدقة والامنة لكن حصل لغة كبيرة بسبب الحوار بتاع دكتور البرادة وهو مبارح طلع مبارح بالليل في لقاء ووضح الوضع هيكون معنا فقرة مهمة جدا بس ده لازم التنويه عن الموضوع ده علشان احنا في فترة عصيبة ونتمنى الامانة المهنية من الجميع لانه في ناس كتير لسه تتداول الموضوع على التصريحات المغلوطة هيكون معنا فقرة مهمة جدا عن احوالنا الاقتصادية هتكون مع دكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الاوروبية مجلد حول عمارة جامع الازهر وده مشروع بين مكتبة اسكندرية وما بين جامعة الازهر هيكون محور حوارنا مع دكتور خالد عزب المشرف على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة ده غير انه في حملة الدواء للجميع ومشروع صيدلية الخير هنعرف ايه الموضوع بالزبط وازاي ممكن نساعد محدودي الدخل والمحتاجين للأدواء لان الأدواء عصارها ارتفعت في الفترة اللي فاتت هيكون مشرفنا دكتور وليد شوقي مؤسس فكرة مشروع صيدلية الخير احداث الوطن ومشارتات الصحف هنتابعها معاكو حالا بعد الفاصل في فقرة الصحف